ألغز ما ألغب هنجابنا يا أصحاب بليبي مرحبا هذا أنا بليبي انظروا إلى ذاك المنزل رائع إنه مزين هل تعلمون ما مناسبة هذا؟ أجل حفل تنكري باليقطين نعم يوم نحظى فيه ببعض المرح نرتدي أزياء غريبة ونحاول إسعاد الناس هذا لطيف جدا ونقدم إليهم الحلوى أو المساعدة وتزين البيوت أيضا بهذا اليقطين مرحبا يقطين لكن الجزء المفضل لدي البحث عن زي تنكري مناسب بما سأتنكر اليوم قد أتنكر بزي أنا بليبي هذا ليس تنكرا لأنني بليبي حسنا بما سأتنكر أنا في حيرة ما الزي؟ خطرت لي فكرة دعوني بصحبتكم أبحث عن زي تنكري مناسب لأرتديه هذا اليوم هيا بنا أترون ما أرتدي؟ هذا زي تنكري أجل أنا أرتدي الآن زي الحكم أليس زي رائعا لحفل اليقطين التنكري؟ أجل انظروا إلي أضع قبعة الحكم نعم ولدي صفارة وأرتدي قميصا مخططا بالأبيض والأسود لحظة ما اسم الحيوان الذي يشبه لونه هذا القميص؟ أجل حمار الوحش نعم إجابة صحيحة الآن أنا حكم أتعلمون ما يفعله الحكم؟ إنه يقف في الوسط ويراقب جميع اللاعبين حوله في الملعب ليتحقق أنهم التزموا القواعد أنت هيا أخرج من هنا أرأيتم؟ إنه لا يلتزم القواعد وعلى الحكم أن يقول له أنت مطروض حسنا أحب أن أكون حكما ولكن لا أظن أنني أريد أن أتنكر بزيه اليوم إذن علي التفكير فيزيا آخر أسنعتم ذلك؟ صوت صفارات الإنذار مرتفع وتلك الأضواء ساطعة جدا أجل الآن أنا في مركز الإطفاء انظروا وأرتدي أيضا لباس رجل الإطفاء بليبي أجل أترون هذا؟ مضخة ماء لإطفاء الحريق وهذه يقطينة الحفل التنكري ماذا تفعلين هنا؟ إنها باسمة والآن سأضعك جانبا أجل هذه مضخة إطفاء الحريق إن رجل الإطفاء يضع خرطوم الإطفاء في هذا المكان ثم يحمله هكذا ويرش الماء أيضا هكذا هوهو 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 مضخات إطفاء الحريق عظيمة لأنها تضخ ماء كثيرا لحظة انظر إلى هذا الزي كيف أبدو هوهو أجل أنا أضع خوذة رجل الإطفاء نعم فهي تحافظ على سلامة الرأس وذلك عند دخول المباني المحترقة ومساعدة الناس هناك فإنقاذ الأشخاص مهمة رجل الإطفاء لذا لا تريدون أن يسقط شيء ما على رؤوسكم في أثناء محاولتكم ذلك صحيح؟ أجل انظروا إلي نعم هذه سترة رجل الإطفاء أجل إنها ستحميكم من الحرارة والنار لأن النار خطيرة جدا حرارتها عالية فتحرقكم لذا السترة تحميكم ولها بعض الشرائط العكسة أجل أيضا الضوء ينعكس هنا على هذه الشرائط العكسة أجل إنها مفيدة حسنا إذن أنا أحب أن أكون رجل إطفاء وإنقاذ الناس يشعرني بالسعادة لكن لا أعلم إن كنت أريد أن أكون رجل إطفاء في هذا الحفل التنكري ماذا سأكون؟ علي البحث عن زي آخر أجل انتباه 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 انظروا إلي ارتديت زي الحاكم من أجل حفل اليقطين التنكري واو هذا جميل واو شاهدوا صولجاني واو إنه ذهبي رائع ولونه أحمر وعليه مجوهرات واو صولجان رائع هاي انظروا إلى ردائي عباءتي واو لاحظوا لونها ولكن ما اسم هذا اللون؟ يبدو تارة أحمر وتارة ورديا وأخرى أرجوانيا هاي ويبدو تارة أخرى بلون التوت هذا مضحك انظروا هنا رائع عليها لون ذهبي وهذا الجانب أبيض واو هذه العباءة مريحة انظروا ما هذا الشيء الذي يضعه الحاكم على رأسه واو إنه تاج تاج ذهبي أتراؤن؟ مرصع بالمجوهرات واو يجب علي أن أنتبه عليه جيدا أجل مذهل وطريقة للانتباه عليه هي الرقص هكذا يوهوهو أجل وبهذا لن يقع أبدا إذن إن وظيفة الحاكم دائما واو هي الحفاظ على سلامة الناس أجل إنها مسئولية شاقة تحتاج إلى جهد وعمل نعم اوهوهو إذن أصدقائي أليس الزي جميلا؟ لكن لا أعلم إن كنت أريد ارتداءه في هذا اليوم حسنا لا أظن ذلك يجب علي البحث عن زي آخر لأجل هذا اليوم أريده أن يكون تنكرا متميزا هاهاها أجل هيا بنا حسنا لقد تشتتت أفكارنا كثيرا هذا اليوم لأننا جربنا كثير من الأزياء التنكرية أجل كانت جميعها جميلة ولكن لم أشعر بأنني مقتنع بها تماما لذا سنصنع زيانا الخاص وقد قررت أخيرا ماذا سأرتدي في هذا اليوم زي بليبي الشجاع نعم بليبي الشجاع أجل أنا سأكون بليبي وسأكون بطلا شجاعا ولكي أكون كذلك علي صنع لباسي الخاص بنفسي حسنا كما ترون أولا سأستبدل نظارتي بهذه النظارة الرائعة للبطل الشجاع واو إنها مذهلة لونها برتقالي كلون نظارتي أيضا لدينا هذه الأكمام الزرقاء انظروا أجل تلبسونها هنا نعم هكذا سنلبسها فيما بعد ولدينا قلم التخطيط نحتاج إليه من أجل العباءة نعم أنا سأرتدي هذه انظروا إنها عباءة برتقالية لكن سأجعلها مميزة بقلم التخطيط الأسود سنبدأ بها أولا لنضع الأشياء جانبا ولنفسح مكانا حسنا أولا لنبحث عن الجزء العلوي الذي سيلتف حول عنقي ها هو ذا أترون الفتحة؟ هاي مرحبا 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 حسنا هنا سيدخل عنقي إذن سنكتب الآن حرفا حرفا كبيرا جدا في هذا المكان ما الحرف الذي سأكتبه؟ إن اسمي يبدأ به ترى ما أول حرف من اسمي؟ أجل حرف بي بي ال اي بي بي اي بلا بي إذن بي هو الحرف الأول من حروف اسمي حسنا كيف نكتب الحرف؟ سنرسم خطا مستقيما هكذا أترون؟ ونكرر ذلك لنحصل على خط عريض رائع يبدو جيدا جدا واو سيكون أفضل حرف بي كتبته ثم نرسم نصف دائرة كبيرين هيا سنرسم هذه وهذه رسم جيد واو لنجعل الخط عريضا رائع سيكون هذا الزي زيا متميزا جميلا أحببته وضعت على هذا الرداء لمسة الفنية الخاصة سأكون بطلا يساعد كل من يحتاج إلى العون إنني متحمس لأسأل أول شخص أقابله مساعدة أم حلوة؟ حسنا إذن أيبدو لكم هذا كحرف بي؟ انظروا أجل هذا الحرف حرف بي أجل رائع حسنا لنضعه جانبا نعم صارت لدينا عباءة أيضا ونظارة ولدينا هذه الأجمام والآن حان وقت ارتداء زي البطل الشجاع حسنا هيا بنا هاي أجل انظروا إلي هذا أنا بليمبي الشجاع أجل كيف أبدو بالزي إذن وضعت نظارة البطل البرتقالية ولبست الأكمام الزرقاء وارتديت هذه العباءة واو والآن أيها الأصدقاء سأريكم سرعة القصوى وذلك بالجري حول هذا المكان هيا راقبوني جيدا سأبدأ البطل الشجاع أرأيتم البطل؟ رائع لقد قضيت وقتا منطعا بصحبتكم وذلك في تجربة كثيرا من الأزياء وأيضا في صنع هذا زي بليب الشجاع احسنتم عملا حسنا هذه نهاية الحلقة لكن ان اردتم مشاهدة مزيد فكل ما عليكم هو البحث عن اسمي هل تستطيعون تهجئته؟ بي ال اي بي بي اي بليبي احسنتم عملا حسنا اصدقائي اصنعوا لانفسكم زي متميزا خاصا بكم يشبهكم حسنا اراكم بخير الى اللقاء كيف الحال ووو انظروا اين نحن الان نحن في الحديقة وهذه الحديقة معروفة باليقطين اجل ساحتاج مساعدتكم للعثور على بعض اليقطين اجل واظن انه علينا ايجاد اربع يقطينات بالحديث عن اليقطين انظروا الى كل هذا ووو لنا عدها واحد اثنان ثلاثة اربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة عشر يقطينات او وهل لحظتم هذه اليقطينات عليها وجوه مرسومة واو انهم مبهجون للغاية ها 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 يقطين الذي سوف نجده انا وانتم لن يكون عليه وجوه مرسومة لكن بعد ان نجد الاربع يقينات ربما سنجلبها الى هنا ونرسم بعض الوجوه عليها هيا بنا ووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو الأراجيح وجدار صخري هنا واو الجدار الصخري ممتع جدا أجل إنه جدار من الصخور لذا يمكنكم تسلقه وممارسة بعض التمارين واو وي انظروا كم أنا مرتفع على هذا الجدار الصخري واو لقد تعبت فعلا يجب أن أنزل واو هناك مقعد أنا تعب جدا في بعض الأحيان عندما نمارس الرياضة أو نلعب نشعر بالتعب لذا إنه وقت رائع للجلوس وأخذ نفس عميق وبعدها يمكنك الاستمرار في اللعب على الأراجيح واو ها أنا ذا واو وي واو أجل أنا الآن أتمرجح واو هل تأرجحتم على الأرجوحة من قبل واو واو هل رأيتم ذلك؟ ما لن لحظة واو أجل لقد وجدنا يقطينتنا الأولى أجل عمل رائع حسنا دعونا نعذ هذه إلى الطاولة نضعها وبعد ذلك نبحث عن المزيد من اليقطين أجل أنا أتصرف كأن الأرض حمام بركانية واو لا تلمسوا الأرض واو واو أستعمل توازني حتى لا أسقط واو 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 جيد حسنا أنا متأكد من وجود يقطينة هنا في مكان ما أين أنت أيها اليقطين؟ واو انظروا إلى هذا هذه زلاقة صفراء وهناك طريقان للنزول ولكنني لن أنزل في هذه الزلاقة لقد رأيت واحدة صفراء كبيرة هناك حسنا يقطين أين أنت؟ هل ترون اليقطين في أي مكان؟ ها لا ليس هنا سأنزل ونرى إن كنت سأستطيع إيجادها حسنا زلاقة صفراء كبيرة أنا قادم وي ها ها ووهو اه او ها رأيتم ذلك؟ واو وجدنا يقطينة أخرى عمل جيد أول يقطينة كانت كبيرة جدا وهذه اليقطينة هي صغيرة لطيفة جدا حسنا حسنا سأذهب لوضع هذه على الطاولة حتى نتمكن من العثور على المزيد أجل واوورو ووجدنا يقطينة أخرى عمل جيد حسنا وجدنا يقطينة كبيرة ويقطينة أخرى صغيرة والآن هذه اليقطينة هذه يقطينة كبيرة أخرى إذن لدينا واحد، اثنان، ثلاث يقطينات نحتاج واحدة لنكمل أربعة عمل رائع حتى الآن وجدنا ثلاث يقطينات أجل، ولكننا نحتاج أربعة يقطينات مهلا، لدي لعبة ما رأيكم أن نذهب لنستكشف المزيد من هذه الحديقة ونحاول إيجاد المزيد من اليقطين أجل، حسنا، سأحتاج مساعدتكم بمجرد رؤية اليقطين، أريدكم أن تقولوا يقطين أجل، فقط قولوا لي يقطين حسنا، حسنا، هل ترونها في أي مكان؟ أنا لا أراها هل تعرفون أي كلمة تقولون؟ أجل، يقطين حسنا، لنرى أين أنت؟ أنا لا أراها هذا صعب هل ترونها؟ ما الذي قلتم؟ هل قلتم كلمة ياسمين؟ ليس عليكم أن تقولوا ياسمين، بل قولوا يقطين ماذا؟ هل قلتم يقطين؟ أين؟ أوه، هناك؟ أوه، أجل، أجل، وجدتم آخر يقطين عمل جيد، الآن لقد وجدنا أربعة يقطينات والآن يمكننا العودة ورسم بعض الوجوه على اليقطين أنا متحمس جدا، عمل جيد أجل، حمل جيد، لقد وجدنا اليقطينات الأربعة واحد، اثنان، ثلاثة، أربعة أربع يقطينات يقطينتان كبيرتان، ويقطينتان صغيرتان واو، ألم يكن من الممتع جدا استكشاف الحديقة والبحث عن هذه اليقطينات؟ أجل، أحب اليقطين والحلوين أيضا، إنه وقت ممتع جدا يمكنكم ارتداء الأزياء، لعبوا خدعة أم حلوة واليقطين هو طريقة رائعة لتزيين بيوتكم أجل، وهذا ما سنقوم به سنقوم برسم بعض الوجوه عليها ونضعها على الشرفة سيكون هذا ممتعا، وكل وجه سيكون عليه تعبير مختلف لكن مهلا، هل سبق أن تناولتم بذور اليقطين من قبل؟ نعم، يمكنكم فتح اليقطين، وسترون الكثير من البذور بالداخل أجل، يمكنكم أكلها، أنا أحب أن أقليهم ووضع بذرة في فمي ومضغها لذيذ، وفطيرة اليقطين إنها لذيذة حقا حسنا، هيا نبدأ بالتزيين إذن، أول وجه لليقطين سنفعله هو وجه مبتسم هذا يبدو ممتعا فعلا إذن أولا، سأرسم العينين هذه العين الأولى ممتاز، تبدو عينا رائعة وهذه العين الثانية أجل، هذه اليقطين لديها عينان فقط هكذا هم، يبدو هذا رائعا حسنا، أجل، الآن دعونا نجعله يبتسم ووو، أجل تبدو هذه مثل يقطينة سعيدة أليس كذلك؟ ووو، هل أنتم سعداء؟ أنا سعيد جدا، كان من الممتع جدا البحث عن كل هذا اليقطين معكم أجل، ها نحن ذا؟ كيف يبدو هذا؟ أجل، كيقطين سعيد أه، حسنا، هذا يقطين رائع حسنا، الآن دعونا نرسم على اليقطين الآخر ما هو عكس سعيد؟ حزين لنصنع يقطينة حزينة، حسنا لنرسم العينين مرة أخرى حسناً ها نحن ذا هذه العين الأولى وهذه العين الثانية ممتاز حسناً في الأول كانت الابتسامة هكذا مثل حرف يو والآن من أجل وجه حزين يجب أن نفعل العكس أجل يبدو كأنه عبوس ها نحن ذا كيف يبدو؟ هل يبدو مثل يقطين حزين؟ أجل إنه كذلك أتساءل ما خطب هذا اليقطين؟ يبدو وكأنه يمر بيوم سيء ربما لإسعاده سأضع له شعراً أجل أنت ذا؟ هذا لم يجعل هذا اليقطين سعيد لذا لا زال يقطيناً حزيناً لكن لا بأس بذلك الآن لدينا يقطين سعيد ويقطين حزين حسناً يقطين كبير أخرى أنا أعلم كلمة مكونة من أربعة أحرف على وزن صاخب لكنها تعبير مختلف جداً عاطفة أنا غاضب جداً أجل لنصنع وجهاً غاضباً حسناً لنصنع تعبير الغضب يجب أن نرسم عينين مثلثتين ممتاز مثلثة ومدببة تماماً هكذا هذا هو مثلث وهذا مثلث آخر ممتاز ممتاز أجل حسناً يبدو هذا رائعاً جداً حسناً حسناً وبعدها سوف نصنع فمن غاضب ولكن ليس غاضباً جداً فقط هكذا أجل إنه غاضب فعلاً أجل ونضيف أيضاً بعض الحواجب تشير إلى الأسفل هكذا هذا اليقطين غاضب جداً أجل ويمكننا أيضاً إضافة الأسنان هذا يقطين غاضب فعلا إذن لدينا يقطين سعيد ويقطين حزين ويقطين غاضب ويمكننا صنع يقطين متفاجئ حسنا الآن سنصنع بعض الأعين الدائرية أجل تبدو هذه كدائرة أجل إنها تبدو كدائرة حسنا ثم نضع الحواجب هنا ثم نرسم للفهم أجل هكذا هل يبدو هذا مثل يقطين متفاجئ؟ أجل قليلا مثل يقطين خائف ويقطين متفاجئ عمل رائع كان من الممتع جدا تزين هذا اليقطين معكم لنراجع ما فعلناه بهذه اليقطينات الأربعة حسنا لدينا يقطين سعيد ويقطين حزين ولدينا يقطين غاضب ولدينا يقطين متفاجئ أو خائف عمل جيد الآن لنأخذ هذه اليقطينات ولنضعها على الشرفة سيحبها كل من يأتي للاعب خدعة أم حلوة حسنا إذا كنتم تريدون مشاهدة المزيد كل ما عليكم فعله البحث عن اسمي هل لا تتهجون اسمي معي؟ باء لم ياء باء ياء بلابي أحسنتم حسنا أراكم لاحقا إلى اللقاء أوه مهلا مرحبا إنه أنا بلابي لا وقت للنوم الآن لأن الصيف قد انتهى أجل أتذكرون ذلك الوقت الحر جدا من العام؟ الجو حار أجل الموسم الذي يأتي بعد الصيف هو الخريف أجل إنه عندما تتحول أوراق الأشجار إلى البوتقالي أو الأحمر يا له من وقت رائع من العام مهلا هل تعرفون أي عطلة تأتي في الخريف؟ أجل لنرى واحدة منها هي الهالوين أجل أنا أحب الهالوين يا لها من عطلة رائعة جدا إنها رائعة لأنكم تلعبون فيها خدعة أم حلوة؟ أجل وتحصون فيها على الحلوة وتقومون بتزيين منازلكم؟ هذا ممتع فعلا ويمكنكم أيضا أن تقرروا ماذا تريدون أن تكونوا في الهالوين ماذا ستكونون في عيد الهالوين هذا العام؟ أجل هذا ممتع حقا مهلا هل رأيتم كيف أن هذا المنزل لا يوجد فيه زينة للهالوين؟ سنقوم أنتم وأنا بتزيين هذا المنزل واو انظروا إلى هذا حقيبة في المكان المثالي مليئة بزينة العلوين حسنا لنرى ماذا يوجد هنا واو حسنا لنضع هذه هنا مهلا أول شيء لاحظت وجوده هنا هو اليقطين أجل اليقطين هي دائرة واو انظروا إلى هذين الاثنين واو وهذين أيضا مهلا كلهما عليهم وجه مرسوم هذا يبدو كيقطين خائف واو حسنا وهذا اليقطين يبدو حزينا مهلا مهلا حسنا كيف يبدو هذا اليقطين؟ سعيد وهذا اليقطين يبدو غاضبا مهلا حسنا سنضع هذه اليقطينات على الشرفة الأمامية مهلا مهلا أوو لدي فكرة لما لا نضع اليقطين السعيدة هنا أجل مرحبا أيها اليقطين السعيد وهنا يمكننا وضع لنرى لنضع عكس سعيد إنه حزين حسنا بقي لدينا يقطينتان لنضع الغاضب هنا في هذا المكان ممتاز ثم نضع الخائف أو المندهش في هذا المكان ها أنت ذا لا تتحرك من هنا حسنا لنذهب ونرى ما الزنة الأخرى التي لدينا حسنا لدينا الكثير من الزنة هنا حسنا لنرى لدينا بعض ورق الحمام ولدينا بعض الأقمى وسلسلة واو انظروا هل تعرفون ما هذا الحيوان هاو أجل إنه جراب واو وما هو هذا الحيوان أيضا معنا اللحظة هذا ليس حيوانا إنه حشرة عملاقة هذه تبدو كعنكبوت حسنا هذه فقط ألعاب لنذهب ونضعها على الشرفة حسنا يبدو أنني وجدت المكان المثالي لهم لنضعهم على الدربزيني هكذا لنضع الفأر هنا أما العنكبوت يمكننا وضعه هنا ممتاز ماذا يوجد هنا لدينا أيضا مهلا أتذكرون ورق المرحاط أعرف ماذا يمكن أن نفعل به يمكننا أن نلفه على شجرة ستبدو كشبح أو ممياء سيكون هذا ممتعا حسنا نلفه هكذا ممتاز ممتاز كيف يبدو هذا تبدو مبهجة بالتأكيد لنرى ما الذي لدينا هناك أيضا واو هناك العديد من الأشياء هنا واو انظروا يقتنة أخرى أظن أن هذا العمود يوضع في الأرض أجل أترون فقط هكذا هيا تعالوا لنضعه بالضبط هنا كيف يبدو أجل اليقطين ينمو داخل هذه النباتة الجميلة واو أجل والآن عاد إلى منزله واو أراهن أنكم تتساءلون ما هذا ها واو إنها سوداء وحمراء أجل تبدو كعنكبوت كبير ومخيف واو حسنا لنجد المكان المثالي له ستكون هذه زينة رائعة واو لقد وجدت المكان المثالي واو انظروا إنه يتدلى تماما مثل ما تتدلى العنكبوت الحقيقية من شباكها واو واي هاهاها العناكب عادة تضع هذه الشباكة بين الأقصان والأشجار وأطراف النباتات وبعضها تنتشر الشباكة بالكامل وعندما تطير الحشرات مثل الذبابة تطير مباشرة إلى الشباكة وعندها يحصل العنكبوت على بعض الطعام هاهاها لدينا المزيد من الزينة الرائعة هنا أحب الهالوين كم من الرائع أن يكون كل هذا مكونا من لون واحد أجل نفس اللون مرارا وتكرارا إنه اللون الرسمي للهالوين هناك لوناني في الواقع الأسود واحد منهم لكن هل ترون اللون الآخر في كل من هذا؟ أجل إنه أحد لوني المفضلين أوه أجل إنه البرتقالي حسنا لدينا بعض الأقماع البرتقالية هنا مهلا اللحظة ماذا يمكنني أن أفعل بأقماع برتقالية؟ إنها لا تعطي انطباعا بالهالوين أوه مهلا لكن إذا كنا مبدعين تعالوا إلى هنا لكن إن كنا مبدعين يمكننا صنع شيء يسمى بحلوة الذرة أجل حلوة الذرة هي حلوة لذيذة جدا لا يجب أن تأكل الكثير منها لكنها في الواقع حلوة الهالوين لذا سوف أقوم برش رذاذ طلاء هذا ويجب استخدامه من قبل البالغين فقط حسنا وأنا موجود في الهواء الطلق لأنه ليس من الجيد أن أستنشقه إذن ها أنا ذا ممتاز حسنا إذن هذه الأقماع هي برتقالية وصفراء الآن لكن حلوة الذرة هي كما ترون بيضاء وبرتقالية وصفراء لذا أنا بحاجة إلى جعل القمة بيضاء وووهو كيف تبدو هذا؟ إنها تبدو لذيذة هيا نجد لهم مكانا هناك حسناً لنضع حلوة ذرة هذه هنا بالضبط ممتاز وما رأيكم أن نضع حلوة ذرة هذه هنا؟ ممتاز هذا رائع مهلاً هل تذكرون عندما تحدثنا عن العناكب وشبكة العنكبوت؟ أجل هذه شباك عنكبوت إنها لزينة لذا فلنضعها على المنزل ونقلد العنكبوت حتى نتمكن من غزل شبكاتنا هيا بنا انظروا يبدو كأنني وقعت في شبكة العنكبوت نضع هذا هنا هذا رائع جداً نحن نقوم بعمل رائع أظن أنه لازال يوجد لدينا بعض الزينة انظروا إلى هذا هذه بعض الأشياء المخيفة للهالوين مثل هذه السلسلة حسناً سنستخدمها على أي حال حسناً هيا بنا ماذا لو قمنا بلفها هكذا؟ أجل إنها ليست مخيفة إنها مجرد سلسلة ممتاز ها نحن ذا جميلة ومبهجة هل لعبتم حلوة أم خدعة من قبل؟ أجل إنها ممتعة أحب قول خدعة أم حلوة حسناً يبدو أن لدينا الكثير من اليقطين أهلاً، اليقطين الذي وضعناه هناك على الشرفة كان أول زينة لنا هل تتذكرون أربع يقطينات؟ أجل، ووضعنا اليقطينة الأخرى في الحديقة حسناً، الآن لدينا الكثير من اليقطين الصغير واحد، اثنان، ثلاثة، أربعة، خمسة، ستة، سبعة، ثمانية، تسعة، أخيراً وليس آخراً عشرة، مهلاً لحظة، أحد عشر نضع هذا هنا بالضبط أنا حزين جداً، تبدو هذه كآخر زينة هنا آه، لقد استمتعت جداً بتزيين هذا المنزل معكم حسناً، لا يمكن التوقف هنا علينا استخدام آخر زينة أيضاً وأنا أعرف المكان المثالي ووو، إنها متشابكة أوه، مهلاً، ها نحن ذا؟ أحياناً عندما تتعقد الأمور أو نواجه صعوبات في الحياة، إذا استمريتم في المحاولة ستحصلون على ما تريدون أجل، حسناً، ها نحن ذا؟ ووو، هذا ممتاز، ووو، قمنا بعمل رائع جداً أنا أحب الهالوين، إنه وقت رائع من العام أحب لعب خدعة أم حلوة، وأحب أيضاً تزيين المنازل للهالوين هل ستزينون منازلكم هذا العام؟ أجل، حسناً، لقد قضيت وقتاً رائع معكم، لكن علي الذهاب الآن مهلاً، إن كنتم تريدون مشاهدة المزيد، كل ما عليكم فعله هو البحث عن اسمي هل لا تتهجون اسمي معي؟ باء لم ياء، باء ياء، بلابي، أحسنتم، حسناً، أراكم لاحقاً، إلى اللقاء ووو، انظروا أين نحن، نحن في جيجل جانجل، هيا بنا، مرحباً ووو، انظروا كم هذا المكان مليء بالألوان ووو، انظروا، إنه اللون الأبيض، والأزرق، والأخضر ههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه هناك واحدة أخرى ترورو أسف صديقي حقا هذا رائع جدا حسنا هذا هو اللون الوردي وهذا هو اللون الأخضر هيا بنا ماذا تفعل هنا؟ حسنا wow هذه الوسادة لونها برتقالي وهذه الوسادة لونها أزرق انظروا مثلي تماما هيا بنا واو دلفين دلفين أخضر أجل دلفين أخضر انظروا إلى هذا دلفين وردي ودلفين أزرق أيضا واو اتبعوني هيا حسنا هيا واو واو انظروا ودخلوا واو انظروا هناك واو حسنا سأدخل حسنا واو انظروا إلى هذه البالونات واو اجل واو اجل واو انظروا إلى هذا البالون لونه أحمر وهذا لونه أزرق اترون لونه أزرق وهذا لونه أخضر واو واو وهذا لونه وردي واو 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 هيا من هنا أجل من هنا حسنا تفضل يا شريكي حسنا تزحلق للأسفل واو حسنا دوري واو 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 هناك حسنا ها أنا ذا واو واو هل تجرب؟ او حسنا كن حاضرا فقط انتبه واو اجل كان ذلك ممتعا تعال واو واو ها نحن ذا او انظروا ما هذا اجل واو هذا الشيء يدور ويمكنكم تسلقه أيضا واو عاليا جدا في السماء واو واو انظروا اللون الأزرق اللون الوردي اللون الأزرق اللون الوردي اللون الأزرق أجل موسيقى بيكابو ها أنت ذا مرحبا موسيقى أنا هنا واو واو لقد استمتعنا كثيرا في جيغل جانجل في ريدموند واشنطن إلى اللقاء مرحبا هذا أنا بليبي أوه إنه الليل ونحن في موقف السيارات هناك العديد من المتاجر واو انظروا إلى هذا المتجر إنه ملعب كيندرلند الداخلي في لاس بيكاس نيفادا تعالوا موسيقى واو هذا المكان ملول جدا قبل البدء باللعب علينا أن نخلع أحذيتنا موسيقى حسنا واحد اثنان نحن جاهزون للعب الآن تعالوا موسيقى 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 أجل وواو انظروا إلى هذا موسيقى مرحبا موسيقى وواو أنا داخل منزل صغير مرحبا موسيقى إنها كرة صفراء أنظر إلى هذا وكرة زرقاء كرة خضراء كرة همرا وااwr وقتل طيري تعال معي وواو انظروا إلى هنا أجل إنها حفرة قراد سأقفز إلى الداخل العديد من الكرات الملونة ما هذا؟ إنه ديناصور وهذا هو تايرو داكتل أنسيتو ديناصور ديناصور أو كم أحب أن يحضر ديناصور لنرى ماذا يمكن أن نجد أيضا هذا ديناصور آخر وهذا هو تايرناصور سريكس ديناصور ديناصور أو كم أحب فتايرناصور ديناصور أحب تايرناصور سريكسس إلى اللقاء واو 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 انظروا هذا هو استيغاسورس أيا نقلد استيغاسورس معا حسنا مستعدون؟ ديناصور 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 واو أو كم أحب ديناصور ديناصور إلى اللقاء ديناصور واو العديد من الكرات الملونة لنستمر في اللعب و ها 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 إestial تماما دين нрав واو انظروا هاذه سيارة شرطة بين 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 وأو هناك ها 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 نظروا انها شحنة قماما أحب يوم القمامة وشاحنات القمامة واو هذا خلاط إسمند عملاق انظروا تلفون هذا هنا وداعا انظروا شاحنة إطفاء علينا إخماد الحريق شاحنة تفريق واو 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 أجل مكنسة كربائية حسنا جميل ونظيف واو انظروا إلى هذه الكرة البرتقالية المسننة العملاقة واو 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 انظروا إلى هذا إنها كرة زرقاء واو 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 انظروا زلاقة حسنا ها أنا قادم هذه الزلاقة كانت ممتعة ملون جدا سأتسلق للقمة أجل أنا ملك العالم حسنا حان وقت النزول ما هذا اللذيه لك مرحبا هل أنتم جائعون أجل أنا جائع جدا ذهبت للتسوق سابقا انظروا إلى كل هذه الفاكهة والخضروات لذيه لنرى ماذا يمكن أن نطبع معا أوه أوه انظروا يجب إخراج الأطباق أولا الطباق والوعاء أوه انظروا إلى هذا لقد طبقت بعض اسمكاتي حسنا لذيه لنتبلها موسيقى موسيقى يوم ها أنتم بها أوه وتدرون ماذا لدي أيضا هل تحبون البيتزا أجل حسنا انظروا إلى هذا لذيه تبدو شهية جدا حسنا لنأخذ الملعقة المسطحة ونقطع البيتزا ووه انظروا إلى قطعة البيتزا هذه من أجلكم حسنا ممتاز ها أنتم ذا أوه إنها ساخنة خرجت للتو من الفرن أوه ولنجعلها أكثر سخونة نضع عليها الصلصة الحارة أوه ولكن قبل أن نضع الصلصة لنجربها أولا آه 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 حارة آه 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 هذا لا يساعد آه 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 كيال كان هذا رائعاً أوه هناك واحدة أخرى أتساءل ماذا سيحدث لو ركبت عليها حسناً هأنا ذا و Excellent! كان هذا ممتعاً جداً أوه واحدة أخرى Excellent! نحن قادمون استعدوا Awesome! اجل انظروا الى هذا المبنى تعالوا انظروا الى هذه السلالم انها ملونة هذا هو اللون الأسود وهذا لون جديد انه الكستنائي هذا اللون هو اللون الوردي أزرق أخضر فنفسجي أحمر رمادي انظروا إلى هذا وااو إنها زلاقة هسنا أنا قادم واو وااو واو 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 والعبيد من القراب الملونة شاهدوا هذا سأفعلها مجددا عسلا سأرميها بقوة ارتدت من الحائط واصطدمت بوجهي انتبهوا مرحبا انظروا إلى هذه الشبكة الصفراء وانظروا ماذا لدينا هنا واو انها زلاقة حمراء عملاقة واو مهلا انظروا ماذا يوجد على الطريق واو الكثير من المكعبات الكبيرة الرطبة حان وقت التزحلق ولكنها تسد الطريق مهلا لماذا لا اتزحلق واب م كن من الممتع جدا اللعب في ملعب كيندرلندا الداخلي في لاس فيغاس، نيفادا حسنا هذي نهاية هذا الفيديو إن كنتم ترغبون في مشاهدة المزيد تعلمون ما عليكم فعله أجل البحث عن اسمي هيا نتهجى بلابي معا مستعدون با لامياء با ياء بلابي أحسنتم أراكم قريبا إلى الليل